ما دي نقطة اللي احنا بنتلخبط فيها بعض الاحيان فكرة يعني مواعيد او مواقيت الزكاة يعني امتى بيتم المرور حول كامل ازاي تتحسب تمام هي العلماء احنا في ضر الافتاء اخذنا برأي سهل جدا ويسير جدا على الناس ايه هو انظر لطرفي الحول يعني ايه طرفي الحول يعني في اول السنة وفي اخر السنة اول السنة السنة الهجريك السنة التي بلغ فيها مال النصاب ايوا بس بحسبها ازاي سنة بشهور العرب بالهجري لان الحسابات عندنا هجرية لان الشهر الملادي هيفرق عن الشهر الهجري لذلك احنا بنحسبها بالهجري اشوف النهاردة وليكن زي ما قلت لحضرتك وقع فيه خاطري ان المال بتاع بلغ النصاب اعدي سنة عليه سنة هجرية وفي اخر السنة يعني مثلا النهاردة واحد رمضان فانا بصيت لقيت مالي بلغ النصاب انتظر سنة هجرية يعني واحد رمضان القادم ابص المالي بلغ النصاب زي ما هو اه اطلع ايه ربع العشر اللي هو يسوي كام اتنين ونص في المية يعني كام يعني نفترض على المليون خمسة وعشرين الف جنيه تمام طيب في حاجة تانية اه طبعا في حاجات تانية لو المال اتحرك في داخل الحول هل لدينا علاقة بيه ما ليش علاقة بيه خالص اخلاص انا ربطت على السهر اللي انا شفته من سنة لما حسيت ان انا مفروض اطلع زي لا لا انا اقصد معنى اخر يعني المعنى الاخر اللي هو ايه نفترض ان انا كم معي مليون في نص السنة اشتريت شقة بخمسمائة الف بقى معي خمسمية في اخر السنة بقوا مليون تاني تمام فجيت في واحد رمضان على اتفاقنا مثلا لقى انها اتنين مليون طبعا انا هطلع على المليون ولا على الخمسمية ولا على الاثنين مليون نفترض ان اللي دخل قبل واحد رمضان ده دخل علي مليون كامل بس ما عداش علي سنة قال لي ما انا عندي وعاء اللي برضو يطلع عليه نعم يحسب حتى لو قبل وجوب خروج الزكا بشهر مثلا او بيوم نعم لان العبرة عندي بطرفي الحول طالما في اول الحول اول السنة اللي انا حسبتها او ابتديت احسب منها لان مال يبالغ النصاب بالغ النصاب وجيت في اخر السنة لقيته بالغ النصاب يبقى واجب عليها اطلع على الموجود معايا بالفعل لو لاقص هذا المال فضلت الشيخ يعني مثلا في اول رمضان لو خد ده معيار على سبيل المثال يوم واحد رمضان يعني ده اليوم اللي ايه هبتدي اخرج زكاة اموالي طب لو المال ده نقص خلال العام لظروف ما صحية في يوم واحد رمضان في يوم واحد رمضان اللي انا هخرج فيه مالي رجع بالغ النصاب تاني ولا لسه لو نقص لو نقص عن النصاب في اليوم ده يعني انا هاجي في يوم واحد رمضان القادم اللي بعده اه اه اللي بعده ده وانظر برضو هل في اليوم ده مال يبالغ النصاب يعني يساوي قيمة 85 جرام دهب في نفس اليوم ده بنفس المقدار ده نعم يبقى هخرج عليه 2.5% هخرج عليه 2.5% طبعا لا مش هخرج عليه طبعا ده بالإضافة لأمرين تانين مش عاوزين نغفلهم ايه هم الأمرين التانين أولا إن ما يكونش علي دي يعني أنا مثلا جيت في أول السنة بالغ النصاب في أخر السنة بالغ النصاب جيت في واحد رمضان طب أنا عندي شقة عاوزة تفعلها دي عليا ديون منها حتى لو الديون لسه كمان سنة أو اتنين قال من المفروض ديون دي بمعنى إيه أقصات ولا مثلا حد واخد قرد من بانك أي أن كان نوع الدنيا فان أي أن كان نوع الدنيا فان دايو اعتبر دي نعم وانا بخرج بعد خصم الديون اللي علي معي مثلا مليون جنيه علي دين 500 ألف يبقى معي كام 500 هل الخمسمية بلغني النصاب ولا لا آه بلغني النصاب هتطلع عليه لا مش بلغني النصاب مش هتطلع عليه أنا يجب علي بستبعد الدين كله وبشوف المبلغ اللي هو خارج بالظبط كده بالظبط حتى لو الدين ده قدامه سنة أو اتنين عبل ما سده حتى لو بسده بالتقسيد لأن أنا كل سنة هخصم ما بقي علي من دين واشوف الباقي بلغ النصاب ولا لا فإن بلغ نصابا واجب عليه الزكاة طيب الشرط اللي بعد كده أن يكون فائضا عن الحاجة الأصلية إيه الحاجة الأصلية المأكل والمشرب والملبس والتعليم والتمريد وهذه أمور بفصل احتياجاتي عن عن اللي مفروض يطلع منه الزكاة الاحتياجات الضرورية إن يكون فائضا عن حاجات الضرورية يعني أنا مثلا ما يبقاش عندي أنا أعيش في مستوى معين مستوى ده أنا باكل كذا وباشرب كذا وبالبس كذا فلو أنا طلعت زكاة من غير مخصم من غير مخصم من غير مخصم المصروفات اللي أنا محتاجها احتياج ضروري وأن المال ده فائد عنها يبقى أنا بعد كده هطلع زكاة مال وارجع بعد كده أخد أنا جيد